السلام عليكم اصدقائي النهاردة معنا في الفيديو آآ وصفات تحلية سهلة والسريعة ولزيزة جدا هتعجبكم وكمان معنا طريقة عمل البسبوسة بطريقة جديدة ومميزة جدا هتعجبكم تابعوا الاخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ما تنسوش تفعل الجرس عشان يوصلكوا كل يوم افكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة اول حاجة معنا هنا تلات بيضات وهننزل بكوباية من السكر وكوباية من آآ جوز الهند كوباية من القشطة كوباية من كوباية كبيرة من السميد نص كوباية زيت ومعلقتين كبار من الككاو البودر ومعلقة من النسكة فيه ومعلقة كبيرة من البكينج بودر ورشة فانيليا هنخلط المقادير كويس جدا جدا وبعد كده في قارب الكوب كيك هنروشه زيت وهمضيف البسبوسة بتاعتنا وندخلها الفرن وبعد ما تطلع من الفرن معنا كده هنزينها بالحليب المحلق المكسف وصوص الشوكولاتة جربوها تعجبكو جدا طريقة جديدة ومميزة برضو بعد مناجن العجينة بتاع البسبوسة زي ما قلتلكو هنروش اولي بالكوب كيك آآ الصغيرة كده بالزيت وبعد كده نضيف آآ البسبوسة معنا شوكولاتة بيدا وشوكولاتة ملبوني هنسيحهم على حمام بخار مائي وننزل بقطع البسبوسة بالشكل ده كده ونسيبها تبرد وبعد كده نزينها بالفزدو آآ او المكسرات المفرومة ونقدمها جميلة جدا الوصفة اللي بعد كده معنا كوباية كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة بيض بطين نص كوباية زيت آآ كوباية كبيرة من السميد كوباية كبيرة من جوز الهند المبشور آآ بيكنج بودر كيس من بيكنج بودر ورشة فانيليا وهنخلط كويس جدا جدا المقادير بعد كده هننزل بكوبايتين كبار من الدقيق ونص كوباية من آآ المكسرات المفرومة وهنعجن كويس جدا جدا لحد ما تشكل معنا عاجينة بالشكل ده كده هناخد كطع بقطع ونشكلها آآ هندهن صاج الفرن زيت ونضيف القطع بتاعتنا بالشكل ده كده وهندهن وشها بصفار البطين اللي كانوا معنا وهنعمل اشكالهم بالشوكة بالشكل ده كده وندخلها الفرن هنضرب جدا حرارة مية وتمانين ساعة لرابع هنكون جهازنا الشيرة او الشرباط بتاعنا وهنسقيها بالشرباط او الشيرة بتاعتنا ونزينها من فوق كده بالفزدق المفروم او المكسرات المفرومة بالشكل ده كده ونقدمها مع الشيرة بالشكل ده كده جربوها تعجبكو معنا وصفة تحلية تانية جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكو جربوها بقدرها بسيطة جدا معنا كيلو من الحليب ونضيف عليه كوباية من السكر نص كوباية من النشا وهنقلبهم كويس جدا وبعد كده هنضيفهم على نار متوسطة لحد ما الخليط يتقل معنا هنضيف معلقة من الفانيليا وكريمة هنضيفها كوباية من جوز الهند المبشور وهنقلبهم كويس جدا جدا هنجي بقى في الصينية اللي هنقدم فيها معنا بسكويت هنبلو في الحليب ونرسو في الصينية بالشكل ده كده هنضيف البسكوت في القاع في قاع الصينية بالشكل ده كده وبعد ما نخلص الكمية كلها هننزل بالخليط بتاعنا اللي عملناه من خليط الحليب بالشكل ده كده ونبعدين زينه بالفراغلة وجوز الهند الوصفة اللي بعد كده معنا بسكويت سادة مفروم آآ هنخلط به آآ الزبدة وبعد كده هنضيفه آآ في صينية الفرن آآ مفروش تحتها ورقة زبدة نعمل بقى الخليط اللي فوقه عبارة عن كوباية من الجبنة الكريمي آآ كوباية من القشطة بالطين وآآ كوباية من الحليب المحلق المكسف وهنخلطه كويس جدا جدا بنحطها طبقة عليه ونزينها بالتوت او الفراولة وندخلها الفرن نص ساعة وبعد كده زينها بالآآ فواكه بالشكل ده